قال محمد معيت وزير المالية المصري أن الاعتماد على المشتريات الأجنبية لسنداتي وأضون الخزانة أو ما يسمى بالأموال الساخنة لم يعد خياراً متاحاً لتمويل عجز الموازنة أضاف أن على الحكومة أن تعمل على تعزيز الاستثمار الأجنبي المباشر ونبه إلى أن 55 مليار دولار من الأموال الساخنة غادرت مصر منذ عام 2018 هو أحد أكبر الدروس الاقتصادية الذي أقرت الحكومة المصرية بأنها قد تعلمته من آزمات هذا العام إنه الدرس المتمثل في وقف الاعتماد على الأموال الساخنة فما هي أصلاً الأموال الساخنة؟ الأموال الساخنة هي أموال مؤسسات أجنبية ومستثمرين أجانب يبحثون عن عوائد مالية مرتفعة جدة وذلك عبر استثمارات قصيرة الأجل في أمور مثل السندات بكل أنواعها إضافة إلى الودائع المصرفية محمد معيط وزير المالية المصري أعلن أنه يتعين التخلي عن تلك الأموال الساخنة واستبدالها بتعزيز الاستثمار الأجنبي المباشر معيط قر بأنه على مدار أربع سنوات تسببت تلك الأموال الساخنة في صدمات للاقتصاد المصري ففي عام 2018 أي خلال أزمة الأسواق الناشئة هربت من مصر 15 مليار دولار من تلك الأموال وفي عام 2020 وبسبب جائحة كورونا هربت من مصر أيضاً 20 مليار دولار من تلك الأموال الساخنة ومع بدء حرب روسيا على أوكرانيا وبدء الولايات المتحدة رفع أسعار الفائدة هرب من الاقتصاد المصري أيضاً حوالي 20 مليار دولار ويقول محافظ البنك المركزي المصري إن 85% من الأموال الساخنة خرجت من مصر في العام المنصر كما تسبب تهاوي الأموال الساخنة في تراجع الجنيه المصري بأكثر من 17% أمام الدولار منذ مارس آذر الماضي حتى الآن ولكي تجذب مصر هذا النوع من الأموال كانت تضطر دوماً إلى أن يكون لديها ولفترة طويلة واحد من أعلى أسعار الفائدة الحقيقية في العالم كما تسببت الأموال الساخنة في نزع مليارات الدولارات من أموال دافع الضرائب وفي دخها إلى الخارج بصورة تضعف السيولة الدولارية وتقوض احتياطيات العمولات الصعبة لدى البنك المركزي يأتي ذلك وسط قفزة الديون المحلية والخارجية المصرية لتصل إلى 409 مليارات ونصف مليار دولار لتصبح الأكبر من نوعها على مستوى الدول العربية كما تتوقع الموازنة العامة الجديدة أن تسجل عجزاً قيمته 30 مليار دولار هذه الأمور دفعت الحكومة المصرية إلى أن تقر بضرورة الحد من الاعتماد على تلك الأموال الساخنة والاستعانة بالاستثمارات الخليجية بما فيها الاستثمارات السعودية والقطرية والإماراتية والاقتراد الميسر من بنوك دولية أو من البنك الدولي أو صندوق النقد الدولي أو البنك الافريقي للتنمية توقعت وكالة مودز للتصنيف الإتماني أفاقاً سلبية للقطاع البنكي في تونس بسبب عدم الاستقرار السياسي والاقتصادي أرجعت الوكالة توقعاتها السلبية للنعدام الاستقرار سياسياً واقتصادياً وضعف الحوكمة وتنامي الشكوك في قدرة الحكومة على توفير الاحتياجات التمولية في السنوات المقبلة يذكر أن وكالة مودز خفرت التصنيف الإتمانية لديون تونس السيادية نهاية العام الماضي رجحت كجري سيمسون مفوضة الطاقة في الاتحاد الأوروبي وقوع اضطراب أكبر في إمدادات الغازي من روسيا حتى سيمسون دول الاتحاد على تحديث قططها للطوارئ بهدف التغلب على الصدمات الناجمة عن أي قطاع محتمل في الإمدادات ومن المقرر أن تقدم المفوضية الأوروبية الشهر المقبلة خططاً لدول الاتحاد لتنسيق استعداداتها لمواجهة أي قطاع في الإمدادات يأتي ذلك بعد أن خفرت روسيا إمدادات الغازي لـ 12 دولة من دول الاتحاد السبع والعشرين أعلنت شركة سونتراك الجزائرية عن كشف جديد في حاسر رمل أكبر حقل للغاز تصل طوقته الأولية التقديرية لـ 340 مليار متر المكعب تعمل الشركة على تأكيد الأحجام التقديرية كما تحضر للبدء في إنتاج يقدر بنحو 10 ملايين متر المكعب يومياً اعتباراً من 22 نوفمبر القادم ووصل إنتاج الجزائر من الغاز العام الماضي لمستوى غير مسبوق بلغ 103 مليار متر مكعب بينما بلغت الصادرات 54 مليار الآن نتابع أسعار العقود الآجلة للقمح في بورسة شيكاغو اليوم ارتفعت بدعم من عمليات البيع على المكشوف وأيضاً صيد الصفقات بعد أن هبطت لأدنى مستوى لها في أربعة أشهر في الجلسة السابقة حيث كان الحصاد الشتوي الجاري قبل التوقعات ارتفعت عقود القمح في مجلس شيكاغو للتجارة بنسبة تصل في هذه اللحظات إلى حدود 26 سنة تقريباً ومستوى التسعة دولارات وثلاثين سنة للبوشل وانخفرت السوق طبعاً لأدنى مستويتها منذ فبراير شباط يوم الاثنين الماضي يوم أمس متأثرة بتوسع حصاد القمح الشتوي في نصف الكرة الشمالي وأيضاً نقص الطلب على الإمدارات الأمريكية بهذا تنتهي جولة الاقتصاد نعود ونلقاكم لاحقاً في سياق المنتصف السلام عليكم